وللوقوف على آخر المسجدات في ثورة تشرين يحضروا معنا في استوديو العراق اليوم الكاتب والبحث السياسي دكتور فارح خطاب أهلا بكم دكتور كذلك سيكون معنا عبر الهاتف من بغداد الناشط في تظاهرات فراس السماك نبدأ إذن مع ضيفنا في استوديو دكتور كيف تقيمون هذا التركيز الواضح على الجسور واعتصام المتظاهرين فيها بعدما حصل في جسر الأحرار بسم الله الرحمن الرحيم الآن أصبحت الجسور كما كان في السابق لكن يزداد همية يوم بعد يوم تصبح الأداة المناورة الأكبر وهي كما قلنا سابقا أصبحت لها رمزية خاصة فضلا عن أنها معبر إلى المنطقة الأخرى اللي هي قلعة أو وكر النظام في المنطقة الخبراء كما تسمى فهي طبعا أصبحت رمزية لها خاصة خصوصا أنه النظام حشد كل ما عنده من قوة من أجل منع المتظاهرين لكن اليوم هذا الأمر يكتسب طابعين طابع هجومي وطابع دفاعي طابع دفاعي يتلخص في منع القوات القنعية من الوصول إلى المتظاهرين عبر الجسر ومن جهة أخرى أي تقدم للثور باتجاه الضفة الأخرى يعتبر تقدم ميداني ثم أنه لا ننسى أنه التواصل بين جانبي الكرخ ورصافة مهم من ناحية استراتيجية للثورة المسألة مسألة ميدانية كما أنها مسألة رمزية نعم ستبقى معنا دكتور ننتقل لضيفنا عبر الهاتف من بغداد النشط في تظاهرات فراس السماك أهلا بك فراس أهلا بك يا علم كيف تبدو الأوضاع الآن في ساحة تحرير؟ الآن الأوضاع مستقرة بعد الليلة البارحة صار تقدم لقوات الشغل على جسر الأحرار في الساعة الثانية بعد منتصف الليل أقاموا بالرشق بالقنابل الصوتية والقنابل المسألة للدموع نعم بشكل كثير ضلوا لآخر تقريبا لأحد الفجر يعني يوم ما يطلقون بكثافة يعني الغازات المسألة للدموع ما اضطروا الانتحاب المتظاهرين للخلف يعني لما بعد ساحة القاضية يعني أضرموا النيران بسبب قوة كثافة ضراب بالقنابل الصوتية ما أدى حرق أحد المخازن الموجودة في المنطقة نعم ستبقى معنا في راس نتحدث أيضا مع الدكتور عن التحاق فئات جديدة من الفئات الاجتماعية كالمهندسين والطباء المدرسين في الجامعات وكذلك الطلبة في المدارس والجامعات لتحاقهم بالإضراب العام كيف ستؤثر هذه الفئات في زخم الثورة وماذا يعني هذا الإضراب لإنجاح الثورة؟ تؤثر كثيرا بناحية إيجابية طبعا نحن قلنا من قبل أنه عنوان هذه الثورة وخروجها من طابع وحيز التظاهر ثم الانتفاضة إلى طابع الثورة هو يمر عبر هذه الطرق يمر عبر مشاركة أوسع للجماهير للناس ومن كل الأطياف من كل الأشكال النقابات المدارس الطلاب الطلاب شريحة مهمة جدا لأنه وجودهم في الساحات له دلالة رمزية كبيرة نحن نتحدث عن أطفال صغار عن شباب عن كبار طلاب الجامعات نقابات المهنية هذه كلها عنوين لموضوع أكبر اللي هو موضوع يعني يعطي للثورة المعنى الحقيقي لها لأنه نحن يعني نواجه من قبل النظام إعلام النظام أبواق النظام تحاول أن تصغر من شئ ما يجري في الشارع كأن يقولون مثلا أنه هؤلاء لا يمثلون كل العراقيين أو أنهم لديهم مطالب محدودة ونحن إذا يعني نحاول أن ندرس هذه المطالب إلى آخر هذه الأشياء التي تحاول تصغير الانتفاضة تصغير الانتفاضة هو هدف هذه الجموع هذه المشاركة الواسعة هذا الزخم الكبير الذي يتنامى كل يوم من شأن أن يعطي لهذه الانتفاضة طابحها الثوري الحقيقي ويصل بنا تدريجيا من الإضراب الشامل إلى العصيان المدني الذي يستطيع أن يوقف الحياة كاملة على النظام وليس على الشعب لأن الشعب في الحقيقة غير مستفيد من هذا الوضع تماما نعم نعود لفراس من بغداد فراس كيف كانت التفاصيل لو تعطينا تفاصيل عن الأوضاع في جسر الأحرار بعد إعادة تمركز المتظاهرين فيه الآن الوضع في جسر الأحرار وضع مسيطر عالف وماخبين لكن ما قبل؟ كان هناك بعض الأوضاع شهدها منذ ساعات الصباح الباكر الساعة بسنتيمبل بدأت القوات بإضراف إضراف الشباب المتمركزين على سر الأحرار ومن جهة سارع الرشيد لاتجاه ساحة الحافظ الخاض بدأوا يرمون بكثاف بإخراج الشباب من الساحات التفريغة ما أدى إلى انسحاب جزئي بسيط فقط من الجسر بالمنطقة المحادئة إليه لا أكثر يعني ما صار انسحاب كامل من شارع الرشيد فقط بس من جسر الأحرار لبضعة أمتار والآن هل عدى المتظاهرين لهناك؟ المتظاهرين يتواجدون هناك الآن في جسر الأحرار؟ موجودين متمركزين وكل واحد ما أخذ مكانه وحتى الساحة الحافظة القاضية متواجدين فيها يعني ليس بس على الساحة موجودين وشارع الرشيد موجود نعم كيف تبدو معنويات المتظاهرين بعد هذا الليلة طويلة وكذلك اليوم الطويل؟ الشباب معنوياتهم كلش عالية وما تهزم هاي هاي كلها أشياء بسيطة بالنسبة للشفناء قبل هاي أمور اليوم الشباب هم مصددين هالمواضع كلها متمركزين والمعنويات وفوق العالية وهذا في الموضوع تبروه بعد يعني في شيء طبيعي نعم تبقى معنا في رأس نتحدث بمقابل هذه المعنويات العالية للمتظاهرين كان هلالك اليوم تصريحات ربما فيها الكثير من الدلالات لفالح الفياض أزعجه ربما هذا الحراك أزعجته هذه المعنويات وصرح العديد من التصريحات التي نقرأها بشكل من الأشكال ربما تفسرها لنا أنت دكتور نعم قبل ما أجيب على فالح الفياض يعني أتكلم عن الفراس وما قال فراس فراس الذي قاله مهم جدا الشباب عبروا الآن هذه ضفة الخوف عبروها الآن أصبحت الآن معارك كر وفر عندما يواجهون وهم يعني نقدر نقول مسالمين يعني هم لا يملكون أي شيء يملكون صدورهم يملكون ملابسهم اللي لافسيها وبعضهم بدون ملابس يعني كثيرة يواجهون هذا العنف هذا الدم هذه القنابل هذه كل وسائل الدم فنحن يعني أشياء مبشرة حقيقة وأصبحت هناك أيضا معرفة بالمواقع مواقع الكر و الفر يعني أصبحوا يعرفون المنطقة جيدا هذه العمارة هذه البناية هذا المدخل هذا الشارع هذه الزاوية هذه الساحة هذه كلها مهمة في تخطي حاجز الخوف الذي لا يملك العدو سواه يعني لا يملك إلا أن يبث الخوف ويملك هذه السلاح وبالعودة إلى فالح الفياض فالح الفياض نتذكر جيدا أول أيام الانتفاضة كيف خرج وهدد وقال سنفعل ونفعل ونستخدم القوة يعني أرعد وأزبد لكن لم ينفع شيء اليوم هو يعيد ويكرر ما قالوا البارحة في وثيقة شرفهم التي قالوها عنها أنه كذا وكذا هو يدعو إلى أعطاء الحكومة هذه الحالية مدة 45 يوم ويؤكد عليها ويؤكد على أنه هذا النظام لن يسقط هذا النظام ليس من المسموح إسقاطه بل نحن سنجري إصلاح طبعا هذا كلام كل مكرر ومعاد يبدو أنهم فاقدين للخيال الفاقدين لأهلية فهم الشارع فهم الوضع وبالحقيقة كل هذه الأشياء التي يقولها فالح الفياض ومن قبل عاذ العبد المهدي ومن بعد يعني هو أحد أمرين إما أنهم لا يملكون بالفعل أي شيء يقدموه للناس لأنه أي قضية يقدموها الآن يعني ليس مجرد أنها لا تكفي ولا تفي بحاجة الثوار ولكن هم كلهم متورطين في الفساد وبالتالي لا يملكون يعني يعني أي واحد يأخذ منه شيء من الفساد سينهار الهيكل كله لأنه الكل مترابط في هذه العملية الفاسدة المشبوهة وبالتالي هم إما لا يملكون أي شيء يقدمونه وإما أنهم وهذا اللي أرجحه يعني يداورون ويناورون وفي بالهم شيء معد يعني الآن هم في بالهم شيء معد ربما تكون هائي ربما يكون هذا الكلام عن الإصلاح والشرف وتقديم ما يمكن أن يسمى إصلاحات بين قوسين ربما يكون هذا مقدمة لحملة قمعية أو حملة يعني مسلحة أو حملة عسكرية كبيرة جداً الذي يخيفهم الآن من هذه هو كبر وحجم الثورة لأنه أي عملية من هذا النوع ستؤدي إلى راقة جماع كثيرة هم طبعاً لا يأبهون ولكن هناك حدود أيضاً لأي عمل طائش من هذا النوع المهلة 45 يوماً هل هي كافية لهذا الحجم من الفساد وهذه يعني على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمقابل سنة لم يكمل فيها عبد المهدي لم يستكمل فيها حتى حكومته يعني هذا سؤال جداً ذكي لأنه يبدو الـ 45 يوم هي مقدار وحجم الأصلاحات اللي يردون يقدموها يعني هم يردون يقدمون قدر بسيط جداً وضئيل جداً إذا قدموا طبعاً إذا صدقنا بهم لكن إذا قدموا هم ناوين يقدمون أشياء بسيطة جداً على قدر الـ 45 يوم مثلاً أضرب مثال بسيط يعني قبل أيام قبل أسبوع ربما في وحدة كذا الشمري رئيسة مؤسس الشهداء وكذا يعني المهم جو إيدها أموال كثيرة حكمت حكمت أمام محكمة بتهمة الفساد في قضية فساد مقدارها 20 مليار المحكمة حكمت عليها سبع سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة 200 دولار لك أن تتخيلي ما هو نوع الإصلاح المطلوب الذي يفكر به هؤلاء هؤلاء المجرمين كيف يفكرون قضية بـ 20 مليار حكمت بسبع سنوات سجن مع وقف التنفيذ يعني إحنا إذا قلنا فقط سبع سنوات سجن كمن يقول لا تقربوا الصلاة ومنتهد المسألة يعني ما يكمل لكن يكملها مع وقف التنفيذ والغرامة كم للـ 20 مليار 200 دولار فلنا أن نتصور ماذا يخرج من هؤلاء هؤلاء لا يمكن أن يخرج منهم إلا كل سوء ولذلك الثورة لا تثق بهم والثوار لا يثقون بهم نعود للثوار ونعود أيضا إلى فراس كان هناك حملة لجمع الأغطية في الساحات لو تحدثنا أكثر عن هذه الحملة وما يحتاجه المتظاهرين في ساحة التحرير حملة جمع البطانيات قبل يومين صارت برد بالبساحة مجرد مجرد ما صارت ما تعرفين العالمين قامت تجيب البطانيات يعني عالم قامت تجيب البطانيات يعني عالم قامت تجيب البطانيات مال البيت ما لاتها شخصية وقامت تجغطية أذالي ولدي يعني روح التماسك اليوم بالشعب العراقي في أعلى قمم من القمم يعني يعني هذا اللي يعني نفرع وصلنا يعني هم أرادوا في تيو وصلت البلد لنتمزهم بش إحنا بهاية استفادة صارت تماسك أكثر بأكثر يعني رجع البطانيات العراقي بطانيات موحد غصباً على الأنجاز جوي على أخضار الدبابات الأمريكية وأذياء الإيران نعم شكراً جزيلاً لك فراس السماك دكتور كيف تقرأ هذه صور تضامن وتكافل التي كان يتحدث عنها فراس والله شيء يعني 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 لا يمكن وصفة والله لا يمكن وصفة يعني العين تدمع القلب يفرح يعني 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 نحن حقيقة نقولها بصراحة وأمانة كدنا أن نبلغ اليأس من مجتمعنا العراقي إلى حد قبل أشهر والله يعني كلنا أصابنا يعني إحباط قنوط لأنه الأخبار التي تأتي ترويج مخدرات تعالى فجور يعني طبعاً عملية مقصودة عملية هندسية مقصودة هندسية لتفكيك على المجتمع لكن أن يخوج هذا كله ويعني يعني هذا التضحية هذا البدل دعينا من كل الأخبار ما نشاهد في الصور نساء يكنساً طبيبات يقوماً بالإسعاف يعني مناظر حقيقة حتى أفلام الأفلام لا يمكن أن تأتي بها ولكن نراها على الواقع وبالتالي نساء كبيرات في السن الطبخ الكذا يعني مشاهد تدل على تدل على لحمة هذا الشعب العظيم لبلد عظيم دولة عظيمة ولكن هذه الدولة مخطوفة الآن وهؤلاء الثوار يريدون استعادتها ولذلك أبرد شعار في الشعارات أريد استعادة الوطن يعادة الوطن هذا الشعب لا يغلب لا يمكن أن يغلب ولذلك رغم قوتهم رغم سلاحهم رغم ميليشياتهم رغم حشودهم المدججة بالسلاح والله هم يخافون من مواجهة هذا الشعب لأن هذا الشعب حتى لو كسر أسكرياً فأنه لن يكسر نفسياً خاصة بعد الذي حدث وستكون هناك جولات هذا الشعب سيكبر ويكبر لأن هذا الشعب لا يمكن أن تحكم أي إرادة فاسدة أو أجنبية إلا أن يحكم نفسه بنفسه شعب عظيم لدولة عظيمة بلد عظيم كالعراق العظيم شكراً جزيلاً لكم دكتور فالح خطاب الكاتب والباحث السياسي وشكر موصول كذلك لناشط في التظاهرات ضيفنا عبر الهاتف كان معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر